بسم الله الرحمن الرحيم الزكاة الصناعي لا غنى عنه فحتى دلوقتي مثلا كل المبايلات الزكية بقت فيها بقت فيها الزكاة الصناعي موجود سيارات زيتية القيادة كل الألعاب كل البرامج يعني حتى دلوقتي بدأت تدخل الزكاة الصناعي في شركة بدأت تدخله في البرامج بتاعتها فكل دلوقتي لازم يعتمد على موضوع الزكاة الصناعي من ناحية انه يتعرف على الحاجة ومن ناحية انه ياخد قرار ومن ناحية انه يتعلم اللي هو الماشين ليرنينج زي ما نشوف ان شاء الله طيب الزكاة الصناعي تعريفه هو ان انا عايز اخلي الآلة تفكر زي العقل البشري يعني انا مش عايز اكتب برنامج والبرنامج دوت ادي له خطوات وممكن في اي لحظة من اللحظات يحصل فيه مثلا ان فيه خطوة مش موجودة فيعطل انا عايزه لو تعرض لموقف هو ما شافوش يبدأ ان هو يتفاعل معاه يبدأ ان هو يفكر فيه فالزكاة الصناعي ان هو عنده قدرة على التعامل مع حاجات هو ما تضربش عليها ممكن يجيله سؤال هو ما يعرفوش لكن هو يقدر ان هو يفكر فيه ويبدأ ان هو يبدع ويبدأ ان هو يحاول يوصل لافضل حاجة ممكنة يعني الناس اللي برمجوا الشات جي بي تي مثلا فجأه ان المستخدمين بيطلوب منه حاجات هم ما مضربوش عليها وهو بيبدأ يتعامل معها يعني فجأه مثلا ان هو واحد يدي له بيانات ويقول له اعمل لي رسمة ليها او اعمل لي كود او اعمل لي حاجات هو مش متضرب عليها لكن هو عنده داتة كترة جدا وعنده خوارزميات معينة فبيبدأ ان هو يتعامل مع الدي تديت فالذكاة الصناعي بدايته مش اليومين دول او مش من خمسة سنين ده بدايته مع بداية اختراع الكمبيوتر بدايته مع الحرب العالمية التانية كانوا عايزين يفكوا شفرة امريكا وبريطانيا كانوا عايزين يفكوا شفرة بتاعت الالمين والشفرة دي بتغير كل يوم وعشان يفكوها كانوا بيعودوا اسبوع فكونوا شفرة قديمة فبدأوا يعملوا الكمبيوتر مخصوص عشان يفكوا الشفرة ديت فلما عملوا فكوا الشفرة ديت بدأ بداية الكمبيوتر بدأ يهتموا بالكمبيوتر وبدأ يبقى فيه تمويل لتطوير الاجهزة الكمبيوتر وفيه واحد اسمه جون مكيرسي هو اخترع اللغة اللسب دي لغة خاصة بالذكاة الصناعي لكن حتى الفترة دي كان الزكاة الصناعي مكتصر على الاجهزة القوية جدا الحاجات العملاقة مختص بوزارة الدفاع مثلا مختص بالاجهات اللي عندها استعداد تمول حاجة كبيرة جدا محتاج ناس يكونوا عدوا مرحلة الدكتوراه ويبدأ ان هو يعرف لغات قوية جدا لغة البيسون لغة اللسب الحاجات دي كلها ويا اللسب ده كان لغة صعبة جدا مش زي البيسون فكان بياخد جهد كبير جدا عشان نقدر نعمل اي حاجة دلوقتي اصبح الزكاة الصناعي مش محتاج ان انا اتعلم برمجة يعني فيه ناس كتيرة بتستخدم الزكاة الصناعي وهو ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب هو مجرأ بس بيفتح الموبايل ويدوس على الزرار ويقول له انا جعان ومحتاج مثلا اقرب مطعم يكون مثلا بيقدم اكلات نباتية فيبدأ ان هو يعمل فلطرة للمطاعم الفتحة دلوقتي ويبدأ يديني المعلومة اللي انا عايزها من ضمن خطوات تطور الزكاة الصناعي ان سنة الف تسعمية سبعة وتسعين فيه كمبيوتر شركة اي بي ام عاملية كان اسمه ديب بلو قدر يتغلب على بطل العالم في الشترنج اللي هو كان اسمه كاسبروف كاسبروف ده كان ممكن يلعب خمسين واحد في نفس الوقت يعني يلعب لعبة ويروح للتانية ويسي ويفكر على ما يلف الخمسين واحد ويكسب الخمسين واحد في فوجة ان الكمبيوتر فاز عليه ففي الاول هو انقر وحس يعني ان فيه غش في الموضوع لكن اكتشف انه فعلا كان بيلعب زكاة الصناعي فقال لك احنا لازم نعمل تيم انا والزكاة الصناعي ونلعب كتيم واحد لكن اللي ياخد القرار هو الانسان يعني انا دلوقتي هستعين بالزكاة الصناعي بيش هنافس الزكاة الصناعي انا هستعين بالزكاة الصناعي ونفكر مع بعض وناخد القرارات مع بعض ففعلا دي احسن حاجة ممكنة ان مثلا انا عندي اربان بلان وعايز ان انا ابدأ ان اتعرف عليها فانا بستعين بالكمبيوتر والزكاة الصناعي ان هو يوفر لي الوقت اللي انا ممكن اعمله بشكل مانوال او بشكل طبيعي لكن اللي ياخد القرار في الاخر هو الانسان هو اللي ياخد القرار في التأسيمة والحاجات دي كلها لان ممكن الزكاة الصناعي يركز على جوانب ويغفى الجوانب اخرى ممكن مثلا ان يهتم بان هو ايه انا عايز ابيع كل المسيحة فيهمل ان يبقى فيه مناطق خضراء فعشان كده لازم اللي اتنين نتعاون مع بعض ونبدأ نفكر مع بعض طيب كان من تورنت وده البداية اختراع الزكاة الصناعي قالك انا عايز اعرف اذا كان الحاجة دي سمارت ولا لأ الحاجة دي زكاة الصناعي ولا لأ لان انا اتصل بخدمة العملاء واتكلم معاهم لمدة ساعة او اتنين لو انا اتكلمت معاهم لمدة نصف ساعة ومعرفتش اذا كان ده انسان ولا 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 ده روبت او ده زكاة صناعي يبقى كده نجح في الاختبار ان انا مثلا اتصل بمطعم اتصل بالمستشفى واتكلم معاهم والصوت يبقى فيه انفعالات ويهدى ويتفاعل معايا ويبلغني الموضوع وهكذا وانا محسش ان ده انسان ده يبقى كده نجح في الاختبار طيب بعد كده تنقلنا لمرحلة التانية ان في لعبة اللعبة دي صعبة جدا اللعبة دي لعبة صينية اسمها ويجي اللعبة ديت يعني القوعب بتاعتها صعبة وكل قطعة ليها امتين حركة الشيطران كنتم بعيشين حركة هنا حركات اكتر واللي برمجوا اللعبة ديت على الكمبيوتر ما يعرفوش اللعبة دي ما يعرفوش القوعب بتاعتها ما يعرفوش اللعبة ازاي لكن هو خلوه يتفرج على افلام كتير جدا وخلوه يلاعب نفسه لحد ما وصل ان هو لعب بطل العالم في اللعبة دي وانتصر عليه وكانت الحركة اسمها سبعة وتلاتين يعني الصيني لعب حركة ستة وتلاتين فده لعب سبعة وتلاتين والليعبة كان الناس اعتقدوا ان هو خسر او لعب لعبة غلط ما تدربش عليها حركة غبية لكن اكتشفوا ان هو كان يضحها بالوزير عشان يفوز بالشترانج او يعمل كش مالي ففاز من خلال اللعبة دي فديكت بداية ان الشترانج او الزغة الصناعية يقدر ياخد قرارات هو ما تدربش عليها وهو ما يعرفهش يعني انا مثلا دربته ان هو يعمل حاجة استدامة وصديقة البيئة ممكن يطلع لي فكرة اقدر اوفر كمية كبيرة اكتر من المية او من القهربة توصل لخمسة وتمانين في المية يعني بدل ما انا بستهلك مية كل واط لا هستهلك خمستاشر كل واط بس تمام من غير ما الناس تدهي او تحس ان انا بقفلت عليهم القهربة او مفيش القهربة لا القهربة موجودة وهو ما بش حاسين باي فرق خالصة فاصبح عندي ثلاث انواع من زكاية الصناعي اللي هو الزكاية الصناعي الضيق اللي هو بيعمل حاجة واحدة بس يعني انا هعمل زكاية صناعي خاصة بالاوتوكيد هعمل زكاية صناعي خاصة بالاركجي اي اس برو او كيو جي اي اس في عندي زكاية الصناع عام قدر استخدمه في اي حاجة وعندي زكاة الصناعة فائق اللي هو بيفكر احسن بكتير من العقول البشرية وبعد كده جوه زكاة الصناعة دوت فيه اللي هو المشين ليرنينج او التعلم الالي اللي هو الام ال ده جزء من زكاة الصناعة لزكاة الصناعة فيه حاجة كتير جدا زي ان هو يتعرف على الصوت تعرف على كتابة يتعرف من دبنا حاجة مسلا بساعدم زكاة الصناعي ان احنا ممكن نفك شفرة لغة ما نعرفهاش نبدأ ندهاله وهو يبدأ يتعرف على الحروف ويبدأ ان هو يجيب لنا المعنى لحاجات دي وهي حاليا دلوقتي بتستخدم اكتر دولة مهتمية بالموضوع دوت المانيا بيفكوا شفرة اسطورة جلجامش ودي من الصير العراقية القديمة بيفكوا حاجات برضو في حروف مكتوبة من زبان في اليمن بيبدأ ان هو يفكوها بحيث ان احنا نتعرف على التاريخ بتاعنا التعلم الاهلي ان هو يبدأ يتعلم من كل حاجة انا بعملها يعني هو دلوقتي يتبرمج على حاجات معينة وبدأت انا اشتغل على الاركي جائس برو وفيه خطوات انا بعملها اول ما بيبقى شغل ببدأ استدعي داتا ببدأ ان انا اطفل يراض ببدأ هو خلاص حفز انا بعمل ايه ويبدأ ان هو يعملها اوتوماتيك يعني اول ما يلاقي خطأ مثلا معين ان فيه شكل مش مقفول هو يبدأ ان هو اقفلولي فهو بيشوف انا بعمل ايه وموجود معي ويبدأ ان هو ياخد باله ان انا مثلا بشغل بالكود المصري فيبدأ ان هو ياخد نفس الخطوات اللي انا بعملها من ضمن الخوارزميات مثلا التعلم الاهلي لو انا بفرج على التلفزيون قنوات مثلا زي نت فليكس وامازون برايم والحاجات ديجات هو عنده زكاء اصطناعي رهيب جدا يقدر يكتشف ايه الفيلم اللي انا لو رشحته له هيكمل فرجة ومشي ينام فدي كالخوارزمية اتعملت وقاله دي جايزة اللي هيعمل افضل خوارزمية هياخد مليون دولار اللي هيعمل خوارزمية يقدر يشوف الناس مثلا بتوقف لقطة معينة بتقدر تتفرج على حاجة معينة فيه افلام معينة بتشدهم فكل شخص برشح له فيلم غير الشخص الاخر انا عارف مثلا ان الرجل ده بيتفرج على كزا فيلم مثلا فيه عن رومانسي مثلا فرجح له فيلم رومانسي واثق مئة فيلمية ان هو يتفرج عليه واصبح فيه زكاء اصطناعي برضو بيتعلم من الناس بتحب اللقطات ايه او بتحب كزا ويقدر يكتب سيناريو وفيلم مليون فيلمية هيشد كل المشاهدين اللي عجبتهم الافلام ديت فاصبح زكاء الصناعي بيتطور بشكل رهيب جدا من خلال الخارزميات ومن خلال كمية الداتا الرهيبة اللي موجودة يعني كمية الداتا اصلا اللي موجودة في يوم واحد على السوشيال ميديا اكتر بكتير من كمية الداتا اللي موجودة من بداية التاريخ لحد مسلا عشر سن قدام يعني كمية الداتا كبيرة جدا صور وفيديوهات بترفع بشكل رهيب جدا فهو بيبدأ ان هو يحللها ويبدأ ان هو يتعلم منها فالمشين ليرنج بتعلم من خلال انواع كتيرة اهمهم السوبرفايز ليرنج ان انا بشرح له كل حاجة يعني مثلا ان انا بشغال في الاركجة اس برو او كزا ممكن اقول له مثلا ان دي اشكال مبيني ان دي اشكال طرق وهكزا فانا بحدد له وعلم له كل حاجة السوبرفايز ليرنج انا بدي له المعلومات كلها الخارج كلها وخليه هو يتعلم ويستنتج وانا اكاد له على المعلومة هو بيبدأ ياسمونه في مجموعات المشين ليرنج انا بسيبه المشين ليرنج بيبدأ ان هو يتعلم كل حاجة من ابنها مثلا طريق اللعب اللي هي الري انفورسيمنت ليرنج بخليه يجرب ولو قال معلومة صح بدي له نقط ولو خسر بخسن من النقط فهو اوتوماتيك بيتعلم من خلال التجربة والخطأ فمثلا السوبرفايز ليرنج انا كل حاجة ادهلو واكتب له نوح ايه الكلام ده زمان كان محتاج ان انا قاعد اكتب كود برمجي بلغات برمجة صعبة دلوقتي لا انا ممكن بالقامرة بصور صور ودي له وقول له مثلا دي كذا يعني ممكن اصور صور كترة جدا لأثار مصرية وقول له دي أثار مصرية اصور صور لأثار رومانية يبدأ ان هو يتعرف عليها وهكذا مصر يبدأ من خلال الصور يبدأ يقسموهم في مجموعات ويبدأ لو ديتو اية صورة تانية يكتشف التراز بتاعها الان رابط نبقة ليهنا انا بدي له كل الصور وبيبقى ان هو يقساموهم ويبدأ ان هو يتعرف عليهم فممكن ادي له مثلا مباييني يبدأ يعرف التراز بتاعها ويقدر يعرف الحاجات لو المت populated learning انا بدي له كل شيء مكتوف فيها الاسم بتاعها والتفاصيل بتاعها الان رابط نب plates هو بياخد الصور كلها وبيبقى يقسموهم لي وانا بعد كده ممكن اكتب له بس ايه التايتل ويبقى اتعرف عليها ده من اسهل الحاجات اللي ممكن واحد اتعامل معاها موقع اسمه لوب ده برنامج سهل جدا بصور له صور كتيرة وقول له دي نوحة كذا فبيبدا اتعرف عليها يعني ممكن اصور له نباتات وقول له النبات ده اسمه كذا فلو اي حد قابل نبات هو ما عرفوش وصور له الصورة من خلال الصور السابقة يبدا يقول له ده النوع النبات ده كذا فيه ناس مثلا استخدموه عشان يفرقوا بين الكسبرة والجرجير والبقدونس تمام وفيه ناس مثلا استخدامته في ان هو يصور كل امراض اللي بتسيب النباتات فهو اوتوماتيك اول ما بشوف حاجة غريبة في النبات اصورها يقدر يجيبلي المرض ده ايه او الافا دي ايه وازاي ان انا اتعامل معها والموضوع سهل جدا انا مجرب بشغل فيديو او بشغل قمرة ويبدأ ان هو يصور الحاجات زي كده ده مثلا فيديو لي اصورت الحاجة ديه وانا مبشرب قهوة وانا مبشربش قهوة وهو اوتوماتيك بيبدأ يتعرف عليها تمام اديت صور كتير جدا وانا مبشرب قهوة وصور كتير جدا وانا مبشربش قهوة هو اتدرب بحيث لو شفني بيت بقى ايه مشغل فيديو وكل ما ارفع الكوباية يبدأ يقول ان انت بتشربها ويبدأ ان هو يتدرب عليها ده مهمة جدا لان مثلا ممكن انا ادربه ان القامرة شغلة لو حصل اي حاجة غريبة يبدأ يدي تنبيه يعني لو حد دخل الموقع ومش لابس خوزة او مش لابس سيفتي شوز الحزاء الامان يبدأ ان هو يدي تنبيه لو اي حد في الموقع عمل حاجة غير مطابقة للسيفتي ان هو مثلا استخدم السلم بشكل خاطئ او كذا فيبدأ ان هو يدي فيه الارم او في مشكلة والموضوع سهل جدا احنا بش محتاجين اكتر من موبايل بتصور شوية صور ده مثلا موقع بندرب عليه الاطفال يعني اي حد ممكن ادرب عليه لكن هو حتى ممكن طفل عنده سبع تمان سنين يصور بعض الصور تمام يصور ان دي مسلا شخصية كرتونية ان دي كذا ممكن ادي له مواد معينة يبدأ ان هو يفرزها ادرب مكان انها تفرز حاجة معينة تمام يبدأ يتعرف عليها والموضوع ما فيهوش اي كوت برماجي او ما فيهوش اي حاجة صعبة او ما فيش يعني كلها بتبع حاجة سهلة جدا من ضمن بقى الحاجات القوية برضو اللي هو الديب ليرنج او التعلم العميق ان انا بعمل خوارزميات تشبه الخلايا العصبية في العقل الانسان بحيث ان هو بيستقبل المعلومة ويبدأ ان هو يوزنها ويبدأ خلايا عصبية توصل لخلايا تانية بحيث ان هو يبدأ يفكر ويستنتك حاجة انا مكنتش عارفها او انا ما عرفهوش يعني مثلا فيه نوع من انواع الكلاب بيشبه بشكل كتير جدا نوع من انواع الزئاب الخبراء نفسه ما عرفوش يفرقه فهو لما ادوله صور كتير جدا قدر يفرق بالنسبة للمية بالمية صح وهم هم مش عارفين ازاي بيقدر يفرق فاكتشفوا ان هو ركز على الخلفية لان ان الخلفية دي بيت يبقى ده كلب لان الخلفية دي جليد يبقى ده ازاق فقدر يفرق بشكل قريب جدا ادوله صور رجالة وستاكتر جدا فقدر يفرق من خلال نقطة في قلب العين العلماء لم يكنوا يعرفوا ان النقطة دي موجودة عند الرجالة ومش موجودة عند ستات نقطة صغيرة جدا في حضقة العين قدر يفرق بينهم فقدر تدره اي صورة يقدر يفرق النوع دي فكرة التعلم العميق ان هو بياخد المعلومة فبيبدأ ان هو الخلال العصبية بتدي الخلالية عصبية تانية فهو بيبدأ مثلا ان يشوف مثلا قطة فبيبدأ يفصل شكل الايد وشكل الازن وشكل المخالب بحيس يقدر يفرق بشكل كبير جدا بين القطة والكلاب او اي حيوان اخر ولكن هو محتاج كمية داتة كبيرة جدا يعني دي بليرنج لو وديته عشر صور النتيجة بتاعته هكون سيئة لما ادي له مليون صورة بتبقى النتيجة كويسة جدا الانسان الطفل الصغير اللي عند صنتين تلاتة يقدر يتعرف مجرد شاف قطة مرة او اتنين او كلب مرة او اتنين يقدر يتعرف عليه بمسهولة لو وديته كلب او او اتنين ما شافهاش قبل كده انما الزكاة الصناعي حتى الان محتاج ملايين المعلومات عشان يقدر ان هو يتضرب عليها وفي الاخر يدي لي نتيجة قوية جدا التعلم المعزز ان انا بدي له اللعبة او بدي له برنامج الشهر عليه وبياخد نقط كل ما عمل حاجة صح وبتخسم النقط كل ما عمل حاجة وحشة او كل ما يغلط هنا مثلا لعبة ماريو مدربنوش على اللعبة دي بس قلنا له ايه لعب فلما بياخد نقط تمام لما مثلا بيعمل حاجة كويسة او لما بياخد نجمة او حاجة زى كده لما بيخبط بيبدأ يتخسم النقط فمع الوقت بيبدأ يتعلم ازاي ان هو يعمل حاجة بشكل كويس ونشوف الموضوع ده في الخرايط يعني هو بيبدأ يتعرف على الخرايط بشكل كويس طيب الاي اي اي مع شغل الاربن او المعماري محتاج ان احنا يبقى فيه خارزمات كويسة وبيك داتا متاحة البيك داتا متاحة جدا في الخرايط زي مثلا جوجل مابس زي اوبن ستريت ماب الحاجات دي كلها لو احنا ما ديناهش داتا كفاية مش هيقدر ان هو يطلع علينا نتيجة كويسة فلازم يكون فيه كمية داتا قوية بحيس ان هو يقدر يدينا نتيجة مبهرة يعني انا ممكن اديله مثلا منطقة ما فيهش فيها خرايط السيروسية الابعاد وقول له ابدأ ادرسها وابدأ ان انت اقول لي ان دي حدود المبنى ان دي حدود الشارع ان دي الارتفاع بتاعتها فهو يعملها بشكل كوي جدا وانا بقى اريجع وتأكد من صحة المعلومة ديت ده مثلا على سبيل المسال هو دلوقتي عايز اعمل مثلا مبنى معين فالموضوع سهل جدا اهو ده موقع موجود ان انا ابدأ اجرب الخوارزميات اللي موجودة بقول له مثلا انا عايز هنا يبقى فيه شباك مجرد بس بعمل خط كده هو يبدأ اعمل لي الشباك عايز هنا مدخل وابدأ اعلم على شكل المدخل عايز هنا ازود الفلور خلاص يبدأ هو يعمل لي الخريطة بشكل دوت طيب انا عايز هنا مثلا اعمل في النص اه فكل اللي انا بعمله بيبدأ يظهر معي ويبدأ مع الوقت ممكن نصدره للوتوكاد نصدره نصدره كل حاجات تقدر ان انت تعملها بشكل سهل جدا وبسيط ما بقاش محتاج ان انا ابزي الجهد كبير جدا في البرمجة بتاعتها ليه خلاص فيه كمية داتة كبيرة جدا فيه خارزمات كتير نتشغال عليها وبالذات ان اغلبها مفتوح open source تقدر ان انت تشوف الكود وتبدأ ان انت تطور فيه بتهالي يا باش حندس اه عمر اه دي تفيد اوي 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 في الامش بروسسنج بتاع الروموت سينس تماما دكتور مظبوط هو هو التطور رهيب جدا بيحصل يعني تقريبا من سنتين مفيش يوم غير لما بيحصل التطور رهيب جدا في التكنولوجيا دي اه وبالذات ان فيه شركات عبلاقة دخلة في المنافسة يعني جوجل تعلن حاجة فنلاقي اي اعلانة حاجة نلاقي اي ميت اعلانة حاجة فحاجة ما شاء الله خاطرة جدا اه وهو ارى حضرك ناس مصريين عملوا حاجات برضو ليها بصمة في التصميمات دي يعني اي اه اه في الزكاة الاصطناع التوليدي ممكن يعمل توليد للوحة الاوتوكايد مثلا للريفت ممكن انا اقول له انا عايز تصميم سري دي لمبايني فيبدأ ان هو يعملها لي وقول له مثلا بكود كذا ده مثلا تبع اوتو ديسك اه عمل اللي هو عمل مخططات لمصنع كامل والمصار بتاعها وكل حاجة وبدأ يعمل حاجة اسمها جناليتر زين يبدأ يعمل تصميم كترة جدا واحنا نشوف افضل تصميم فيه دي شركة اسمها كونيكس دي شركة مصرية عملت حاجة قوي جدا ان انا ادي له اي حتة ارض يبدأ ان هو يعمل لها تقسيمات حسب الشروط اللي انا عايزها وابدا ان انا اشوفها اه ايها ايها الشركة اللينك بس اه اعدله فيه اه دي شركة اسمها كونيكس تمام اه اه تبع من المنصب مفاهمي مجرد ان انا الشاشة مقلوبة ده عارف الموقع بقيت مش عارف ليه طيب أحاول لو أقوله وخليه عربي يمكن تتعدي لا برضو مقلوبة زي ما كون مراية ما معرفش والله الموقع عملي هنا مثلا بختار حتة الأرض هو في السعودية كل حتة الأرض بيبقى لها رقم وبعد كده بيبدأ يعمل لتصمات كتير جدا مطابقة لكود البناء السعودي ويتأكد أن أنا عامل حاجة دي أن أنا عامل حاجة دي بالشكل اللي يرضى العميل يعني أنا بحط الشروط المعينة أن أنا مثلا عايز ثلاث غرف وعايز مثلا مطبخ كبير والمطبخ ده ما يكونش على الطراز الأمريكي مثلا فيبدأ يعمل لي تصمات ويديها لي أوتوكات ويديها لي بيدي إخ ولو أنا عايزها برضو بيم أو عايز أعمل دراسة إنها صديقة للبيئة ولا لأ يبدأ أنه يعملها لي دي من خلال أنه معتمد على شبكات عصبية إصطناعية عشان يعمل عملية تخطيط للبناء مجرد أن أنا بس بحط له شروط الشروط دي بتكتب عادي خالص يعني بقول له أنا عايز ثلاث غرف سكني مثلا أو ثلاث غرف نوم وغرفة استقبال وهكذا فيبدأ يعمل لي تصمات كترة جدا ويختار أفضل تصميم ويدهولي وطريقة التعامل بلغات عربية إنجليزية ألمانية فرنسية كم لغة هو حتى الآن هم عاملينه إنجليزي لكن سهل جدا أنه يختار أي لغة هو عايزها يعني لو نعايز أي لغة يقدر أنه يعملها بس هو حتى الآن الموقع بالإنجليزي لكن فكرة اللغة دلوقتي الزكاء الصناعي بأمالت لانجوتش بشكل رهيب جدا يعني بيقدر تعرف على الصوت أي لغة يقدر أنه يترجمها ده من خلال أن شركات كتيرة جدا بدأت تتعاون في القصة دي وجوجل اشترت الترجمات من الأمم المتحدة الأمم المتحدة قال لهم إنتوا جايبين أفضل مترجمين في العالم فإحنا عايزين ناخد الترجمات دي ندرب عليها الزكاء الصناعي بتاعنا فده عمل تفرف في الترجمة فهو حتى دلوقتي يعني أي برنامج بينزل ممكن بس ملف صغير كده أي يبدل اللغات ويخليها تقبل أي لغة موجودة فموضوع اللغة ده بقى إذا كان صناعي قطع فيه شوت كبير جدا لدرجة أن هما بدأوا يبرمجوا لغات مش حية لغات انقردت وبدأ أنه يكتشفها ويبدأ أنه يتعرف عليها ويترجم لها بشكل قوي جدا يعني حتى اليوتيوب ستوديو لما برفع أي فيديو بيبدأ يترجمولي يعمل لي سبتايتل يعني الكلام يكتبه الصوت يحوال له كتابة ويقول لأنا ممكن يترجمولك لتقريبا 200 لغة فموضوع الترجمة ده أصبح فيه تطور رهيب جدا ده تصميم مثلا أنا البرومبت بشماندس عمر مرة كنا عاديين أنا وصديق لي بنشتغل على خيال المعماري يعني كنا بنجد برومبت خيالي شوية وأنه طلعنا الأمر أو المريخ ومش عارف نعمل إيه وبتاع وكتبنا برومبت يعني خيالي واخد بالك فكنا شغالين إنجليش فبعد ما خلصنا وهو طلع علينا بقى الحاجات اللي احنا كنا نتخيالها يعني قلنا طيب فيه قد إيه لغة ففجئنا ودي كانت مفاجأة غريبة جدا جدا إن الأدوب فوتوشوب بيعمل صبورة الألف لغة ما شاء الله ألف لغة ما شاء الله ألف لغة من ضمنها اللغات الأفريقية آه تمام يعني اللي عارف أنت القبائل اللي هي الأفريقية آه كل قبيلة بتقاليها لغة تمام ففجئنا بإنه آآ يعني لو واحد أفريقي هيكتب برومبت عشان يطلع آآ يقول له أنا نفسي أعمل كذا سوي كذا مش عارف إيه آآ بسم الله ما شاء الله يعني يترجم أو يطلع له اللي هو عاوزه بصرفا هو بيفهم مش مش المشكلة مش المشكلة بترجمة هي النقطة إنه هو بيكتب برومبت بلغته اللي هو يعرفها الإي آي بيطلع له اللي هو نفسه فيه بمجرد إنه هو قال كده أو كتب البرومبت دي ما شاء الله آآ وفعلا الموضوع بقى رهيب جدا يعني بيتعرف على لغة بشكل رهيب والجلي الجديد أنا أقول له حضرك أنا بنتي كان عندها تقريبا ثلاثين ونص وكان بتاخد الموبايل مني ومتعرفش تكتبها لحرف آآ وكانت تمسك الموبايل وتروح مشغالها المايك وتقول له تطاب لي لعبك كذا فيروح مستطاب لها اللعبة فسبحان الله الجلي الجديد يعني كنت ماشي مع معزو ابني وهو بيحب الأنواع العربيات يعرف نوحها فأنا معرفش فيروح مشغل الموبايل ويشغل زكاة صناعي يتعرف على الرموز فيروح عمل سكان ليها ويقول لي ده نوع العربية كذا فهو بقى يعرف أنواع العربيات اللي أنا معرفهاش آآ مرة بكنا نشر واجبة ويجاي معها لعبة كده هدية فهو اللعبة دي بتاعتي ايه ما عرفش أنا فيلم فراح عمل لها سكان راح اقال له ده فيلم اسمه كذا وروحنا جبنا الفيلم وفرجنا عليه فأصبح زكاة صناعي حتى الاطفال اللي عندهم سنتين تلاتة بيضروا يتحاملوا بشكل سهل جدا وبسط جدا آآ ويمكن ان زكاة صناعي ممكن يفيدني كتير جدا في شغل بتاعي باش منافس ليا لأ أول منافس ليا الشخص التاني اللي بيستخدمه فلازم الواحد يبدأ يشوف ايه الجديد فيه ويتعلمه وبحيس ان هو يعني مثلا ممكن خريطة تاخد من شهر آآ احنا كنا شغالين في اوبنستريتماب وكنا بناخد وقت عشان نعمل خريطة وفجئنا بحاجة معينة شركة فيسبوك قد تهلنا هدية آآ سرعت بشكل رهيب جدا آآ ان احنا اللي كان بيخلص في شهر ده ممكن يخلص في ثلاثة يام عملونا أداب زكاة الصناعي تعرف على الحاجات طيب احنا عايزين الحتة دي عمر لابسا موجودة موجودة انحطيتها ان شاء الله طيب 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 كامل حبيبي معلش انا قطعت الكلام لا لا الله كرم دكتور شكرا دكتور دي مثلا دراسات بيئية يعني شركة كونيكس الشكل بدأت انها تعمل دراسات بيئية بحيث انها تشوف توفر الطاقة دي فقدرت في مبنى زي دوت توفر الطاقة بنسبة 88% يعني من 900 كيلو واط للمتر مربع لقال من 100 كيلو واط في المتر مربع فدي كان حاجة انجاز رهيب جدا انه قدر يعمل حاجة صادقة البيئة هنا مثلا قالوا له الدرون عايزينك تعمل لنا تصميم افضل للدرون ففعلا عمل لهم تصميم افضل من ناحية الاحتكاك الهواء ويبقى سريعه والحاجات دي كلها عمل تصميم كتير جدا وقال لهم ده افضل تصميم موجود تصميم الكباري تمام بدأ يخلو زكاة الصناعية يعمل تصميم يعيش اكتر ويكون مقاوم للظروف البيئية فعمل لهم حاجة برضو بشكل كوي جدا برضو يعني اي تصميم ممكن ادي لزكاة الصناعية يبدأ يعمل له دراسة ويبدأ يشوف افضل حاجة دي شركة اسمها بيناري هابت عملت حاجة تخلي زكاة الصناعي يعمل توليد لاشكال كتيرة جدا للمباني للحاجات دي كلها حتى نورمال فوستر بيشتغل بالشكل ده هو بيعمل بورج ويبدأ يخلي زكاة الصناعية يعمل له اشكال كتيرة من البرج ده باحكاة مختلفة بحيس ان يعرض على نمازج كتيرة يختار منها عشر نمازج عشرين نموذج من ضمن الحاجات الكوية برضو في الزكاة الصناعي موضوع او ان انا اتكلم مع شات جي بيتي يعني شات جي بيتي اصبح حاجة رهيبة جدا ان انا ممكن اسأله اي سؤال يعني انا عايز اقدم في جامعة معينة فابدأ ان انا اقول له اكتب لي الخطاب التوصية اللي انا اقدمه للجامعة ممكن اقول له اوجد لي افضل كليات اللي موجودة في العالم اللي ممكن اقدم فيها وانا حصل على كذا 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 تمام دي دي حاجة آآ نزلت من اسبوع وانشوف حاجة لسه نازلة النهاردة من وقت صغير تقريبا ساعة هنا بدأ يرفع مخططات معينة زي مثلا خرايط ويبدأ ان الزكاة الصناعي يتعرف عليها ولو فيه اخطاء او فيه عيوب بيبدأ ان هو ينباهوا لها يبدأ يقول له خلي بالك ان في مشكلة في كذا 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 فدي من ضمن حاجات ان الزكاة الاصطناعي اصبح ممكن يراجع ممكن اقول له آآ تأكد ان المسافة بين السلالم او المسافة بين كذا وكذا لازم تكون اكتر من مسافة معينة او اقلم المسافة معينة فيبدأ يعمل تشيك ويبدأ يجيب لي المشاكل اللي موجودة دي لسه يعني ان انا اربطه بالبرامج بتاعة اوتو ديسك ويقول له انا عايزك مثلا تجيب لي اللي باب كلها انا عايزك تطرح لي حاجة معينة انا عايزك تجيب لي الحاجات اللي فيها كلاشات ويكون كلاشات دي بين كذا وكذا فسهل جدا اقول له مسلا انت بوجد لي الشابابيك اللي في ناحية الشمالية بس فدي طبعا بيقدر يعمل فلتر ويجيب لي بس الحاجة اللي انا عايزة ده مسلا اي سؤال انا مسلا كنت تشغل في مشروع بنعمل مبنى الحاجة في الهند او طراز الهندي فانا ما معرفش طراز الهندي فقلت له وجد لي يعني ايه الخصائص بتاعة المعمار الهندي وكرنولي بالتراز العربي من ناحية النسب والحاجات دي كلها فبدأ ان هو يوجد هالي قلت له انا عايزة حصل مسلا على شهادة الليد تمام فقال لي الخطوات اللي انت عايز تعملها وازاي تسجل في الامتحان والحاجات دي كلها قلت له انا عايز اتضرب على الامثلة فبدأ يجد لي الامثلة تمام طيب انا عايز اسأله انا ما افضل برامج المجانية فهو بقى طبعا الجراس جاي اس جوجل بيبدأ يجيب لي الحاجات دي كلها تمام لو اخطأ في حاجة لازم اقول له لازم اقول له خلي بالك ان دي مش تبع الحاجة اللي انا طالبها مع الوقت بيبدأ ان هو يفهم ايه اللي انا عايزه يعني هو مش مش لازم يجيب لي من اول مرة صح ممكن انا اسأله في حاجة فيديني النتيجة خاطئة فانا ابدأ ان انا اصلح له تمام يعني مثلا كنت مجرب مثلا منح دراسية فقلت له اهو قلت له وجد لي افضل اه منح في كندا في مجال الهندسة المعمرية واديني افضل جمعات طيب انا مثلا انا عايز اقدم في جامعة فيهم ايه هي شروط الكبول في الجامعة دي بالذات فبيقول لي مسلا او او وهكذا قلت له طب احضر نفس ازاي ايه الحاجات اللي انا عايز ادرسها طب اكتب لي موقع الجامعة عشان ادخل عليه طب اكتب لي خطاب توصية طب اكتبوا لي بالانجليزي فبدأ ان هو يكتب لي الحاجة بالشكل دو اه مثلا الحصول على شات البيمي بي بدأ يجيب لي كل حاجة خاصة بالبيمي بي قلت له طب انا طالب فتانة سنوي وبذكر فيزياء اشرحوا لي فاي حاجة انا محتاج ان افكر فيها بس تعين بي ان احنا نفكر مع بعض ونوصل لحاجة اه كويسة اللارج لانجوج دي اه اوبن يعني اوبن سورت مش اه يعني في بعض اي 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 مش اوبن سورت يا عمر اي اي او مضبطة دكتور هو اوبن اي 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 الشات جي بي تي في الاول كان هيبقى اوبن سورس ولكن حصل الاختلاف بينهم فقال لك لا احنا اهم حاجة بنسبلنا ان احنا نكسب فلوس فقفلوه وشركة مايكروسوفت استثمرت مبالغ رهيبة بحيس ان هو يبقى موجود عندها في الزكاة الاصناعية شركة مايكروسوفت قالت احنا ممكن ما نبقاش في صدارة الشركات اللي بتعمل الاه اللاسوفتوير لو احنا ماستثمرناش في الزكاة الاصناعية. فاستثمروا مبالغ رهيبة جدا في الزكاة الاصناعية. عينوا ناس عندهم واستعانوا بالشات جي بيتي النواة يبقى موجودة عندهم فعندهم مثلا متصفح اسمه ادش ما كانش حد بيدخل فيه خالص كان الناس ما حدش بيحبه لما دخلوا الزكاة الصناع فيه بدأ ناس كتير تشوفه الكوبايلوت يعني كان فيه حاجات عند ميكروسوفت ما حدش كان بيحبها لكن دلوقتي أصبحت أسية الورد والإكسيل والحاجات دي كلها دخلوا فيها الكوبايلوت ودخلوا فيها الزكاة الصناعية يعني في أي لحظة أخش على الادنس وقاله ضيف لي الزكاة الصناعية فبلاي برامج كتير جدا بزكاة الصناعية أغلب الادنس دلوقتي بقت مرتبطة بالزكاة الصناعية ممكن أقوله ايه عمل لي السي في عمل لي كذا هو مرشح لي جهات جي بيتي فور اكسيل ان انا أسطبه بيديني كوبا رهيبة جدا ان انا مش لازم أحفظ فورملا أو معادلة أو كذا لا ده انا بقوله انا عايز مثلا بالعربي كده بكتبله بقوله اجمع لي كل الأرقام اللي في العمود كذا يبدأ ان هو يجيبها لي اعمل لي صور بش محتاج ان انا اروح اي موقع تاني هو بيعملها في قلب الورد وبعملها في قلب الاكسيل والبوربوينت يعني انا بش محتاج ان انا اعمل بوربوينت انا بقوله اعمل لي بوربوينت كان عندي موضوع عن استخدام ازاي الاستدامة مع الكمامة او زي ان احنا نتعامل معها بشكل افضل فقالت له اكتب لي اعمل لي بريزنتيشن في عمال لي بريزنتيشن اه طيب هنا مسلا اه طبعا في حاجة كتيرة موجودة اه من شركات عملاقة وقوية وفي حاجات تانية بيكون مقفولة وبفلوس لكن مثل انا بس حبيت اه اه الفة نظر الشباب اه في المحاضرة على الفرق دوت عشان بس محدش يجي بعد المحاضرة يخش يلاقي ده اه مش اوبين سورس وانه ده لانه انا بحاول على قد ما اقدر عارف يا بشحان صمر ان انا اخلي اه الطلب انت عارف الطالب عندنا يعني او اي في اي حتة زي ما انت عارف يعني قلبان يعني يعني ما عندوش الامكانيات المادية ان هو يصرف على حاجات اللي هي البرمجة والكلام من ده يعني فبحاول على قد مقدر ان انا ادي للولادنا الحاجات اللي هي يعني اوبين سورس اكثر منها يعني والفت نظره انه لو انت عاوز ممكن بقى مجموعة مع بعض يشتركوا مثلا تمام يا دكتور ودلوتي اصبح يعني مثل من الحاجات القوية ان انا اقدر اصطب الزكاة اللي صناعة عندي اللي هو اوبين سورس عندي على كموتر بتاعي فبقى عندي شات جي بي تي خاص بها الجهاز بتاعي وده هيفتني ان انا اقدر احط معلومات خاصة بشركتي وخاصة بالمشاعل اللي يشغل فيها من غير مشاركة على الباقي يعني انا لو رفعته على جيميناي او شات جي بي تي هو بيشاركة مع اي حد بيسأله اي سؤال هو بيتدرب على الديت اللي انا رفعتها واحد الشركات كتة رفعت تصميم لسه منزلش وبدأ يتصرب انما اللي هو لم تسطبه عندي على كموتر بتاعي لان هو اوبين سورس بقدر اسأله اسئلة وما بيشاركهاش مع الشركة نفسها فمهم جدا ان انا اه لو حاجة خاصة او حاجة سرية اصطب شات جي بي تي عندي على الجهاز او اصطب زي كاسنا عندي على الجهاز وده اصبح متاح جدا بذات فكرة الوبين سورس والحاجات دي حتى في كذا موقع عربي بدأ يقدم خدمة زي شات جي بي تي هو ما بدأش من سفر هو استعمل بشات جي بي تي واستعمل بجي بي ناي انه هو يعمل موقع زي الكاتب ده موقع عربي اونيث اربي جي بي تي كل موقع دي نفس الفكرة لكن موقع عربي تقدر ان احنا نستعين به وممكن اي حد ياخد الديتا ويبدأ في خلال شهر مثلا يعمل الموقع خاص به ويكون بيخدم بالذكاء الاصطناعي طبعا فكرة ان انا احول البرومت لصور دي اصبحت فيه موقع كترة جدا زي ستيبول ديفيجان زي لويناردو موقع كترة جدا واغلابها مجاني يقدر يعمل صور رائعة ممكن اتخيل مثلا ادي له معلومات واخلي اتخيل حاجة بشكل دقيق جدا لموضوع المباني تبقى عاملة ازاي هو ده اللي انا كنت بحكي لك عليها يا عمر يعني زماننا ده الله يبارك له هو معماري اساسا بس يعني مطلع كمية يعني بقى له سنتين انشغال في الموضوع الاي اي اي ده وعنده معرض غالبا هيبقى اوائل او نص نوفمبر في الحاجات بقى اللي هو ايه اطلع الصور وبعدين اضاف للصور حاجات تانية ما شاء الله انا حضرت معرض عن كده كان نتعمل في قطر كان مهندس حسن ودكتورة ماي عبد السلام كان طيب ده موقع مسلا يسمى بروم اي 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 ده الفكرة بتاعته ان انا ممكن ادي له اي حاجة مسلا سكتش مرسوم بخط الايد ويبدى اعمله رندر بشكل قوي يعني عندي كترة جدا في تصميات كترة جدا ممكن اقوله مسلا انا عندي سكتش يعمله رندر عندي صورة معينة حاولت تستنتج ايه حواليها ممكن اقول له مسلا سكتش رندر طبعا فيها حاجات خاصة بالاربن فيها حاجات خاصة بزي ما نعايز يعني اقدر عدد ايه الصورة اللي انا عايزها ويعمل لها رندر بعمل شكل تمام دي مسلا صورة بسيطة يبدأ ان هو يعمل لها رندر بشكل مختلف زي ما نعايز في حاجات خاصة باللاند اسكيب مسلا يبدأ يجيب لي حاجات بالشكل دوت ممكن يكون انا مسلا عاملة على فيبدأ يعمل لها رندر اشكال مختلفة زي ما نعايز فممكن الزكاة الصناعي اقدر لنا استخدمه ان هو اولد صور ممكن اكون في الميتنج مع الكلينت وقدر اقول له طيب انا ممكن اعمل لك وهو يبدأ يقول لي اه انا موافع على دوت او محتاج ان انا اعداد طبعا من ضمن الشركات العملاقة شركة ادوب اصبحت كل البرانج بتاعتها معتمدة على الزكاة الصناعي يعني ممكن اعلم على اي جزء واقول له اغير لي دوت مثلا او اعمل تعديل معين او غير الالوان بمجرد ان انا بكتب بروميت بكتب تيكس تعادي يبدأ ان هو ينفذ لي الحاجات ديت في موقع مثلا زي اللي ناردو اقدر ان انا ادي له اي بروميت انا عايزه يعني هنا انا قلت له مثلا انا عايز رائد فضاء على المريخ فبدأ يعمل لي الصور بالشكل دوت قلت له انا عايز الاهرامات فبدأ اعملها لي باشكال ده كده فالبروميت نفسه رغم ان هو ابسط حاجة ممكنة باش بتعلم لغة برمجة لكن اه حاجة زي السحر مجرد ان انا بفكر في حاجة يبدأ ان هو يعمل لي حاجة احترافية ده مسلا موقع بيساعدني في ان انا اعمل بروميت احترافي بقول له مسلا انا عايز صورة عن مسلا رسمة عايز وعايز تكون مسلا فيها كزا وعايز نوع الانارة بتاعتها كزا وعايز مثلا ماكرو وعايز مثلا الحاجة اكون ابدا اختار كل اليموشن اللي موجود الستايل يبدأ اكتب لي البروميت اخذ البروميت ده وابدأ احطه في اي موقع من المواقع يبدأ يعمل لي الصورة اللي انا عايزها يعني حتى البروميت بقى اي او البروميت بقى اي او يعني وحتى دلوقتي مثلا ممكن ارفع له صورة وقول له اكتب لي البروميت اللي يعمل لي الصورة دي يبدأ ان هو يعملها لي يعني الناس اللي عامل الزكاة الصناعية بدأوا يكتشفوا ان الزكاة الصناعية يعمل حاجات هم ما كانواش مبرمجينوا عليها ايه اه فاصبح الموضوع سهل جدا ده مثلا موقع اسمبينج دي جامعة المنصورة دينا له شكل الجامعة ودنا له طب تخيل انها معمولة مثلا بمواد طبيعية طب تخيل انها معمولة بطراز معين بستايل معين هنا الاهرامات قلت له تخيل ان في جليد في الاهرامات فبدأ يعمل لي التصميمات ديت دي رسمنا له حاجة بس كده خطوط بسيطة وبدأ يعمل لي التصميمات كانت تبع جامعة المنصورة كنا بنحاول ان احنا نستخدم زكاة الصناعية باشكال مختلفة في العمار فهنا عملنا الرسمة وانا قلت بتخيل ان فيه مية طب تخيل ان فيه شجر فبدأ يعمل لي حاجة بشكل ده هنا لو انا عندي قطعة ارض فاضية وببدأ ان انا اعمل لها تطوير او توزيع او تأسيم فالموقع ده مجرد بس ان انا بديله حطة الارض ويبدأ ان هو يعمل لي تصميم كتري جدا وكل تصميم بيقول لي انت ممكن تتبع فيها كم شقة والشقة مثلا ممكن تتبع بقى كذا الارتفاع بتاعتهم قد كذا يبدأ يعمل لي دراسة للتكلفة والارباح الموجودة وتخطيط للموقع والتحليل الحضري واي تعدال انا بعمله بيبدأ يعمل لي التعدالات المفروض تحصل بعد كده يعني لو في حطة ارض فيها مباني وانا قلت له لا هختارها باركنج يبدأ يعمل لي اعادة توزيع للمباني والارض وكل حاجة طبعا دي حاجة يعني سحر لاننا ها كنا نممكن مسلا نعمل تعديل وننسى نعمل تعديل في مكان تاني فهو هنا لا بيعمل الدراسة كلها ويديني اقتراحات كتيرة وانا اختار افضل حاجة بناني على الدراسة المعملة ده موقع اسمه هايبر بديله وده الموقعين دول انلاين يعني ما غير مسطة باي برامج عندي خالص بابدأ اديله حطة الارض وابدأ اقول له انا عايز مثلا اسمهم بقني تأسيمه يبدأ ان هو ياسم لي الحاجات وطول ما انا بغير بيبدأ يجيب لي دراسة للمساحة المستخدمة الارتفاعات مثلا انا اجزاء مكان سكنية واني فندقية واني ممكن مثلا تبقى حضايق او كذا واي تعديل ما بعمله يعني يبدأ ينبهني ان هنا مثلا ما فيش سلم ان هنا يبدأ هو اديف السلالم بيبدأ ان هو يحزف جزء معين فاي تعديل انا بعمله بيبدأ ان هو يوره لي ده موقع اسم سواب لو انا عملت اي تعديل في المبنى هو اوتوماتيك بيعدل لي كل حاجة جوه يعني يبدأ يعدل لي الفرنيتشار يبدأ يعدل لي جزء المعماري الحاجات دي كلها وهل ده بيبقى بيم برضو او لا لا ممكن بعد كده اصدره للبيم يعني مثلا سواب موجود في حاجة اقدر اصدرها جوه الريفت بحيس ان انا اقدر اخد من الريفت للسواب واخد للسواب للريفت اوكي ده اي اف سي يعني ولا ايه لا هو مجرد ان انا بعمله بساطة بالادنس وقول له ارفعلي فهو بيرفحها كسيغة اي اف سي بس مش لازم اصدر اي اف سي وارفحها لا او اوتوماتيك بقيت فيه تولس ادنس بساطة بجوه الريفت بيرفعلي الحاجة على طول اوكي ده برضو مثلا برنامج اسم فنش مجرد ان انا عند مثلا مكان وببدأ ان انا اعمل تعديل بسيط يبدأ يوزعلي كل الحاجة الداخلية تمام الفرنتشر المطبخ يغير مساحته كل حاجة ما بفجئش ان في حاجة تخطف بعض او في حاجة لا هو اوتوماتيك غير طاني شكل المبنى الخارجي يبدأ ان هو يغيره زوات كرسي يبدأ ان هو يعيد تنظيم بتاعه ده من دبنا حتى بشهر في الاربا بشكل كويس اوتو ديسك فورما اي اي موقع ابقري هو مرتبط بالريفت لان هو طبع اوتو ديسك بحدد له اي مساحة وقول له ابدأ اعمل التوزيع بتاعها طب اعمل دراسة للصوت العربيات بحيس اعمل كذا تصميم واشوف افضل واحد فيهم ممكن اقول له طب في نقطة معينة الاماكن اللي هتشوف النقطة دي مثلا برج او الهرم هيتبقى اسعار الشوء فيها غالية فابدأ اسملي شوف ايه شوء اللي ممكن تشوف الهرم مسلا او لا تشوف النيل فيبدأ يدي هالي نقطة ممكن اقول له طب انا عايزك تعمل جود افضل تصميم للرياح والزل والحاجات دي كلها كل الحاجات دي من غير ما بعمل حاجة خالص مجرد ان انا بدوس على الزرار هنا فيبدأ يعمل لي انالسس لها اه انا حاطة كل حاجة للينك بتاعها والشرح بتاعها بحيس لو حد ان هو حاب بياخد ويبدأ ان هو يشوفها برضو هنا دي شركة تابعة الالفابيت الشركة اللي هي بتاع الجوجل عشان يساعدني في ان انا اعمل افضل تصميم للمدينة بتاعتي يعني انا اخترت المنطقة دي وقلت له عايزة اقسمها كشوارع وكطرق وكالحاجات دي كلها فهو بيبدأ يشوفها ويبدأ يعمل لي التصميمات بتاعتها ويقول لي دي هتبقى تأثيرها على كزا دي تأثيرها على المنظر كزا فيبدأ يوجد لي افضل التصميم اللي ممكنها ودي اوبين سورس يا عمر اه هي مجانية ما عرفش اوبين سورس ولا اه بس هي مجانية مفاتحينها مفتوحة اي حد يستخدمها بدون ما يدفع فلوس خالص اوكي ده برضو موقع بيفيدني ان انا اعمل دراسة للاضاءة والطاقة والصوت والراحل الحرارية كل حاجات دي باشكال سهلة جدا ومبسيطة ما بيحتاجش ان انا اكتب كود او ان انا ادخل له معلومة مجرد ارفع له المخطط بيبدأ يجيب لي التفصيل لكل حاجة موجودة وهنا برضو بساعدني في التصمات بدي له مكان يبدأ يقول لي اذا كان فيه اي خلطة في التصميم ده موقع اسمه تول كوف بيديني دراسة للحرارة والرياح والطاقة مجرد ان انا ارفع له مجموعة من المباني او مبنى يبدأ ان هو يعمل له الدراسة بتاعته. عندي هنا مسلا ده بدي له اي موقع يبدأ يعمل لي دراسة ليه. طيب اهو الرابط هوت. يبدأ يقول لي دراسة للاشجار الموجودة. اي مكان في العالم بيبدأ يجيب لي الدراسة لكل حاجة فيه صديقة البيئة. واي عملت مبنى بابدأ يقول لي الكفاءة بتاعته هتبع عاملة ازاي? بيديني اكتراحات مسلا ان ممكن ازرع في المنطقة دية ممكن ان انا ازرع الاسكو في الحاجات دي كلها. فموقع خاص بالاربن ازاي نعمل حاجة لكون صديقة البيئة. وهو كل شوية بيتطوروا. يعني كل شوية متابعهم على لينكت ان بيتطوروا في المنتج بتاعهم بحس يعمل خطوات قوية في الزكاة الاصنعية. ده تابع لينك دين? لا لا بشتابع لينكت ان بس انا متابع الموقع بتاعهم على لينكت ان كل شوية بينزلوا حاجات قوية. اه. ده موقع جميل جدا اسمه عمل زي شات بس لما بيقوله على حاجة بيعمل للمخطط نفسه. يعني انا ممكن اقول له انا عايز مخطط يكون في فيلا عبارة عن كزا. الناتج مش ان هو هيكتب لي تيكست لا ان هو يعمل لتصميم دوت. يعني انا اقول له انا عايز اه غلا يكون كزا 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 بتصميم مثلا حسب فتحي اوضاع حديد يبدأ يعمل لتصميم دوت. حاليا شركة اوتو ديسك والشتركات كل الشركات الخاصة بالمجال اه عامل حسابها انها لو ما اشتغلتش بالزكاة الاصنعي اه مش هتبقى موجودة في السوق. يعني شركة بدأت تحط لو حد عمل سكان لاي حاجة ومكتوب مثلا كومنت معين زي مثلا ايه يحزي في هذا العمود. هو اوتوماتيك يحزي في العمود دوت. لو مكتوب مثلا كومنت اه غير العرض بتاع الحقوقت لكزا يبدأ ان هو اعملها. فدي هتبقى كلها بالزكاة الاصنعي اي حد يكتب كومنت بخط الايد يبدأ ان هو ينفذه عليها. هنا برضو تصميم تحليل حضري ان انا عندي حتة ارض وعادي اشوف افضل تصميم يكون الناتج بتاعه اه ماديا كويس فيبدأ يعمل لي افتراضات كتيرة جدا ويقول لي والله ممكن لو عملت برج لا لو عملت فيلل وهكذا. يبدأ يعمل لي كزا دراسة ويبدأ اشوف افضل حاجة بالنسبة لي. هنا في برنامج اسمه ماس موشن انا بستخدم برنامج تاني اسمه اني لوجيك بيعمل لي تحليل لحركة الناس في المكان يعني عند الجامعة مثلا اه وقت خروج الطلبة يبقى فيه زحمة مثلا في المكان. وده بيستخدم عادة في الاستاذات وفي الحرام المكي في الاماكن اللي ممكن يحصل فيها زحمة بحيس يوجد حلول عساس طول الوقت بيبقى كويس لكن في لحظة معينة خروج الناس من براء او كزا ممكن يحصل في زحمة فيبدأ يحلل ويستنتج ويشوف حلول للموضوع ده دي حاجة بقى اسمها لشناناتف ديزاين لو انا عند مسلا قطعة ارض كبيرة جدا وعايز اعمل تقسيمات الفيلل والعمارات وحاجات زي كده فبديله المكان كله وهو يبدأ يعمل لتصميمات كتير جدا وبعد كده انا حط شروط اقول له انا عايز اي تصميم مساحة الشارع فيه اقل من اربعة متر احزفه. فبعد ما عمل الف تصميم يعملهم لعشرة يعملهم لاتنين لحد ما اوصل للتصميم يكون فيه كل الشروط اللي انا باحلم بها. ده اللي هو الجناناتف ديزاين ودي حاجة رهيبة جدا لان انا لما بشتغل في مشروع كبير قوي اعمل تصميم تلاتة لكن بالجناناتف تزاين انا ممكن اعمل الف تصميم وابدأ اشوف انا واحد فيهم اللي بتحافي كل المواصفات واركز عليه. هو موجود في برامج كتيرة جدا للجناناتف تزاين زي موضوع الريفت بقى موجود جواه تقدر ان نحن سادم. ده يقول لي عدد الغرف وعدد المباني والمنزانية بتاحته هتبقى دقيق فانا ممكن اقول له انا مرتبط بمنزانية معينة فيبدأ يركزلي على الحاجة اللي انا عايزة. وعلاقة الاي اي اي بالبيم اا كبروغرامات مختلفة يعني مش ريفت بس. مظبوط. يعني مثلا البروغرامات التانية اللي هي غير ريفت. طيب. هل زيها زي ريفت ولا فيه فرق بينها وبالريفت? في حاجات احسن من الريفت. تمام? زي برنامج اسمه الراينو. الراينو وصل لمرحلة قوية جدا. اه زي ما ظهرت دلوقتي. انا ممكن اكتب له كده. ده اي اي اسيسنت مساعد. اكتب له. انا عايزك تعمل لي تصميم انشائي. يكون في خمس اعمدة. ويكون وصفاته كذا كذا كذا. وكون كريت والخماد بتاحته. ويكون في صديق البيئة. يبدأ يعمل لي التصميم. لا انا عايزك تحط لي شبابيك. كده يحط شبابيك. طب انا عايزك تعمل لي كذا. يعني انا بكتبله بس كده. يعني ده في الراينو بس ولا دخل مثلا في اول بلان ودخل في البرامج التانية زي اللي انت عارفها. دخل فيهم دخل في اول بلان دخل في اركي كات دخل في برنامج اسمه بلندر برنامج بلندر لانه اصبح فيه طولز كتير جدا. فكل البرامج بتتنافس يعني لو واحد قدر يعمل بالزكاء الصناعي جوه البرنامج بتاعه هيعمل قفزة كبيرة جدا والناس كلها تعتمد عليه 100% اكيد اكيد. فهو حتى يعني كل الشركات العملاقة بدأت تعمل اجتماعات للناس اللي جواها. شوف قولنا مهندس ايه ايه عشان نعمل تطوير الاصدار الجاي يكون نازل فيه حاجة خاصة بالزكاء الصناعي. يعني على سبيل المسال في في برنامج هاوري حتك بالوقتي. بجوه الريفت ان انا مسلا لو عملت لصورة واكتشفت خطأ اقول له عاليج للخطأ دوت. طب اعمل لي الصورة دي في الربيع اعملها في الخريف. الغيل الاشخاص اللي موجودين. طب ضيف لي انت ده حاطت لي ناس لابسين بيدا لانا عايزهم لابسين زي خليجي جلاليم وهكذا فيبدأ ان هو يعدال لي الحاجة لحد ما اوصل لان انا عايزه. فالتطور كل الشركات بتتنافس لان هي قفزة رهيبة في الزكاة الصناعي نقدر نعمل شغل كويس جدا. دي مسلا شركة عاملة حاجة خاصة بالاستراكشر. ان انا ادي له اي مكان يبدأ يعمل لي التسليمات. وانا اتأكد وهو بيأكد لي ان الحاجات دي معمولة بشكل كويس. ده بالنمج انا كنت اشغال عليه في الفين وتسعة اسمه ماجي كيد. وكلمت الشركة وقالت لي انتسميت على الناس ازاي احنا مش عاملين حسابنا ان احنا ندخل الوطن العربي خالص يعني. اه الشركة دي مسلا عاملة ان انا لو عند قطعة ارض ابدأ اقول له مسلا اه مسلا عندي مبنة اقول له انا عايز اوزعه بالكود الامريكي للحريق. انا عايز اوزعه بالكود البريطاني للتكييف. طب انا عملت التصميم وعايزك تتأكد لي. يبدأ يعمل لي التوزيع بتاعتها. طب انا عايزك تضيف لي الصبورت او الهنجر بشكل معين يعني يقدي له القواعد. اقول له مسلا لو السمك بتاعها كزا تيبقى المسافة بينهم كزا. الطبيعي في البرامج العادية ان انا بدي له رقم ثابت اثنين متر. لا انا اقول له كل ما يكون المقاس كزا اعمل كزا. ودي له الكود ويبدأ هو يمشي حسب الكود سماكنا او الكود اللي انا هتدوره. فاصبح بدل ما انا مسك الكود وكتاب وببدأ افتحه. لا ده بقى فيه زرار بادوس عليه. يقول لي لا انت الجوز ده مخالف الكود. طبعا يعني لو انا عامل تصميم لمدينة يبدأ يقول لي خلي بالك ان فيه الطريق دوت فيه مشكلة في الكود بيش مطابع مع الكود كزا كزا كزا. طب اقول له صلحه هو بيصلح. يعني البرامج ريفت نفسه ما بيصلحش. لك دل ماشي كده بيديني حلول تصليحية للحاجة. ده دكتور محمد عبدالشاكور كنا اعمل برنامج. البرنامج دوت فيه حاجة كتير جدا زي مثلا لاند اسكيب رائعيه انا عايز منطقة ابدأ اعملي التصميم بتاعه ممكن ادله صورة مثلا يبدأ ان هو اعمل لها يا يبدأ انه اختار شكل الرانreno اللي موجود. لما حاجة مرسومة بخط الايد او متاخدة من جوجل ممكن يعمل هالي بلندر بشكل منت thriving. موقع جربته ف حاجة ت retaining جدا وعملي صور رائعة. ممكن اقول روي انا عندي خطة تصميمية اعمله Geri مستر بلان عندي عايز تكتبلي كونسبت معين يعملهولي اه اه ادي له تيكست هو يعمللي الامج فده موقع مصري ممتاز. اه 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 لا ما شاء الله الموضوع بقى دلوقتي فيه ناس مصري متفاقين جدا في الحاجات دي الحمد لله. ما شاء الله. ما شاء الله. ده موقع اسمه رومجي بتي لو انا موجود في اي غرفة بسورها وقول له طب انا عايزك تعمل لي ستايل تاني او مسلا دي غرفة مكتب عايز اخليها مسلا غرفة استقبالي. فبيبدأ ان هو يثبت الحاجات اللي بشي نفع تتغير زي الحواية الشبابيك اللي بواب. ويبدأ يغير الستايل زي ما انا عايز. ممكن اعمل له تصويم كتيرة جدا في ثواني مجرد ان انا بختار اللي انا عايزه. وممكن استطابه على الموبايل وفي اي لحظة روح مصور. دي موقع سهل جدا بزكاة الاصطناعي. بابدأ ان انا اعمل شغل زي الريفت اونلاين من غير مساطة باي برامج خالص وتعمل رندر في ثواني. موقع رانوي ام ال ده موقع ممتاز جدا في الفيديوهات. يعني لو انا صورت اي حاجة باللاندس كيب او انفرا وفي حاجة معانا عايزة اشيالها. الثانية الواحدة بيبقى فيها تقريبا 32 فريم. هو في ثواني بيبدأ اتبع الحاجة دي ويحزفها. يعني لو انا نساعدا برنامج سي ادوب برمير او ادوب في افتر الفيديوهات. بياخد مني وقت كتير جدا عشان اعمل موضوع ده. في افتر الفيديوهات. هنا مجرد عملت سيليكت على الحاجة هو بيعملها في ثواني. ممكن ادي لكواعد معينة يبدأ ان هو يشتغل عليها. ده مسلا موقع كويس جدا. بقول له مسلا عايزة توصل لي من حاجات معينة. اهم من 3-4 نوقات يبدأ ان هو يوصل لي. وبعد يوصل لي يقول لي دي الكلاف تقدي كذا والمسافات كذا والاستهلاك كذا. يبدأ يديني كذا حل وابدأ ان اختار. ده برنامج اسمه الفلاب. ده هنا مثلا الفلاب الصورة موجودة قلت له اعمل لها كان في شغر كان في تلج كان في كذا. فبدأ فعلا يعمل لي اشكال كتيرة بالشكل دوت. مش محتاج ان انا اروح لموقع تاني وقال له اعمل لي رندر. لا هو نفسه بيعمل لي رندر مختلف. وممكن اعمل لي generative design لأي منطقة انا عايزها. دي حاجة مهمة جدا اللي هو automated compliance check ان هو يفحص الحاجة ويتأكد انها خالية من الخطاق. يعني ممكن ادي له اي تصميم. lambda escape, infra. وهو بدي له قاعد معينة ان مثلا ما ينفعش الطريق بقى اكتر من كذا او القوانين اللي موجودة في الكود. يبدأ يعمل تشيك عليها ويبدأ يجيب لي الاماكن اللي فيها خطاق. مش باتكلم ان فيه كلاش. لا باتكلم ان في حاجة باش مطابقة لكود. يبدأ ان هو ينبهني ليها. وان انا اضرب عليها مش صعبة خالص دي. انا مجرد ان انا بقول له العنصر الفلاني مثلا الطريق ميزيتش عن كذا. باختار يبدأ ان هو يعملها لي. وده فعلا قوي جدا 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 وسهل جدا في الاستخدام. طيب بالنسبة المواقع البناء ممكن نشغل قامرة تبدأ تلقط ولو في اي مخالفات يبدأ ان هو ينبه اللينا عليها. ده مواقع اسمه اي 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 اي. ده بيعمل حاجة ما بقت مطلوبة دلوقتي في الخليج ان يبقى فيه عامل بيلبس قامرة فوقيه قامرة تلطيبا ستين. وبيمشي في المكان. فانا اكنابت مع الشركة دي قلت لهم ان احنا محتاجين حاجتين. ان الكاميرا اوتوماتيك تلقط لو في اي اخطاء تسجلها. ويبقى عنده مسلا ان المكان ده فيه خطأ. المكان ده فيه تأخير. المكان ده فيه كزا. ويبدأ ان هو اوتوماتيك من غير ما نفس الجهد ينبه من الاخطاء والمشاكل اللي موجودة. الحاجة التانية ان هو يبقى مرتبط بالبرومافيرا. فلو فيه اي حاجة تبنت النهاردة يبلغ البرومافيرا ويعمل ان فيه مسلا حائط تبنت النهاردة. فباش محتاج ان انا اعملها بشكل مانواني. وهنا موقع بساعدني ان انا اعرف ايه الحاجة اللي خلصت. السيفتي طبعا اوتوماتيك بيلقط ازا كان فيه اي مشكلة في الموقع. لو فيه حاجة واحد مسلا بيصلح حاجة بس بش مستخدم السيفتي صح. فيه سقالة مسلا نقصة فيه حاجة فيها مشكلة. الكاميرا ثانية بثانية بتحلل المشكلة وتبدأ تنبهني. الحاجة الخطأ ايه? وعربية مسلا ماشية بشكل خطأ بتاع. فيبدأ نبه. الجيو اي اي. دلوقتي عندنا دهت كتير جدا من الكاميرات. من الدرون. من الاكمار الصناعية. كل دي بتدخل مع زكاة الصناعي. ويبدأ ان هو يعمل لها تحليل للداتا. ويبدأ ينبهني لكل حاجة اقدر اخد فيها اكشن. زي مسلا حركة المرور مسلا كاميرات المراقبة. يبدأ ينبهني في زحمة هنا في حوادث هنا. فيبدأ يحول اتجاهات المرور لاماكن مختلفة. هنا هو بيحلل كل حاجة في يبدأ في الريل تايم يبدأ يحسب عدد السيارات. لو في زحمة في طريق معين يبدأ يوجههم لاماكن مختلفة. هنا لو في اي شقة في الطريق او في اي مشكلة. وفي اه اوبرستريت ماب عاملة برنامج كده الواحد بيستطبع الموبايل ويصور في بيبدأ ينبه لو في اي مشكلة يبلغ بيها على طول اوتوماتيك ان في مشكلة في الطريق في بيش معمول بالكود صحة الحاجات دي كلها. ده مرتبط. هو ده عشان كده انا كنت بيقول لك على موضوع الاي اي مع الروموت سينس اه امجينج. تمام. يعني لما مثلا بنعمل الصور بتبقى الصور طلعة اه بسنسور مختلفة. تمام. وكل السنسور بيبقى له اه يعني اه طريق التحليل برضو مختلف عن التاني فده في في الروموت سينسنج ده يعمل عماية الجامدة جدا جدا يعني. تمام. قلت ليه عمل اردي. اه هو دلوقتي ده ده تبع موقع ارك جاي اس عاملين الخاصة دي ان الكاميرا اوتوماتيك بتلقط وتحلي للطريق لو مثلا الصور ده في مشكلة. لو الطريق في مشكلة بيبدأ يدي المشاكل الموجودة ويسجل ويبع بقى البلدية او المرور او المسؤولة عن حاجة زي كده بحيث ان المشكلة قبل ما يحصل حادث لا احنا انتبهنا الحاجة ويبدأ ان هو يحل المشكلة ديت. ويبعث الاحداثيات وكل حاجة. اه اه مصبوط. هو هو الهومنستريتماب مفتوح لحاجة كتري جدا يعني. احنا استخدمناه مثلا في 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 ليبيا ان لو حصل مشكلة لقدر الله اه شارعت في اي مشكلة. هو ضرور واحد موجود في التطبيق بدوس عليه بابدأ ادي تنبيه للناس انها ما تفشيش في المكان دوت. اه استخدمنا برضو في دولة افريقية ان لو اندخدت مصلحة حكومية ولاقيت في فى مخالفة كنا عاملين تطبيق في زرين با س احمر واخضر. لو المكان كويس ادوس اخضر. لو المكان وحش ادوس احمر. فهو بيبعت للمسؤولين ان المكان ده فيه مخالفات وفيه رشاوة والحاجات دي كلها. اه لا بيظهر اسمي ولا بيظهر حتى خالص. لكن لما الناس كتيرة يدوسوا احمر المسؤولين ينتبهوا هو بقى بيحلل النوع الشأ والطول والعرض والخطورة بتاحته ويبدأ يدي تنبيه للحاجة زي كده يبدأ ان هو يكتشف المية والطريق والصادق الكمامة ويبدأ يسجل كل الداتا دي من خلال كل الصور اللي موجودة ويبدأ يحلل برضو اليفطات الموجودة فمن خلال اليفطات دي بيبدأ يعرف الاسام الشوائع واسام البيوت ويبدأ يدينا داتة قوية عن كل حاجة من اللي يدر بيحلل الاشجار لفتات يبدأ يقول لي الاماكن دي بقت اشجار اقل للحاجات دي كلها طيب في حاجة لو سمحت بشبان دي ساعمر عايز اسأل عليها لان غالبا معظم اولادنا الطالبة هيبقى في دماغهم الكلام ده يعني احنا عملين نوريهم حاجات كتيرة جدا 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 هل انت من خلال خبرتك وطبعا انا بتكلم على الاساس انه بسم الله ما شاء الله انت خبرتك كبيرة جدا يعني من اكبر الناس اللي موجودين في السوق عندهم خبرة في المواضيع دي وشايف ايه هل الطالب العادي اللي في الكلية بكريوس وامكانياته يعني ما تشافش ولا عمل الكلام ده قبل كده هل ده هيبقى صعب عليه? لا 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 سهل جدا انا اقول لحضرك حاجة احنا مثلا اه عملنا اول مقرة عملنا اه في مصر وطبعا ان احنا اشتغلنا كتير مع اخواننا في افريقيا كلهم يعني جزر الامر وجنوب افريقيا واوغندا وكل الدول الافريقية اشتغلنا معاهم اه فلما طلبنا ان هم يشتغلوا معانا في المدينة عشر من النامضان اه عملنا كورس للناس اللي موجودة في مصر وجاء ناس من الاردن وفلسطين وكده اه الموضوع كله يعني الشرح الموضوع كله الكورس كله اخد تقريبا خمسين دقيقة وطبقوا خلال ساعة يعني الموضوع كله اخد ساعتين وقدر كل واحد فيهم يعمل اه جزء كبير جدا من المدينة من المباني اه حتى في اه في قطر لما محتاجنا ساعة كاس العالم في شركة تكلمتنا قالت لنا احنا عندنا عربيات زيتية القيادة لكن محتاجين نعمل اوب ديت لكل الخرايط لان خرايط في قطر زيتية قادة لسه بش بش كاملة فعملناها كلها في 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 وقت قسار جدا في خلال ساعتين تلاتة كنا قادرنا نعمل الخرايط اه للاماكن اللي راحة وجاية للاستاذات الاماكن المهمة اه مع الزكاة الاصطناعي الصورة دي مثلا بالزكاة الاصطناعي احنا ادينا له الحاجة دي هو بدأ يحط لنا مربعات حوالي المباني ويحط لنا خطوط حوالي من الشوارع فالموضوع كله يعني يوم واحد يكون الواحد اتقن الاوبن ستريت ماب واتقن ان هو يتعامل معاه واصبح دلوقتي بقى اسهل بكتير لما كل شوية زكاة الصناعي يدخل في الموضوع هنا مثلا اه اه الموضوع بقى اسهل بكتير جدا وفي اه تعاون كتير جدا للديتا لو في اي كراش او في اي مدينة مارسة مطروحة. تمام. فطبعا مدينة بعيدة وهما راحوا زروحة وبتاع. بس طبعا ما كانوش اه يعني في دماغهم موضوع كانوا في الفترة الزيارة دي كانوا قدروا يعملوا اه 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 للخريطة الموجودة اساسا اه. تمام تمام يا دكتور. لا هو الموضوع الصراحة مع زكاة الصناعية مع الاكمار الصناعية مع التطور الاوبن ستريت ماب فيه تقريبا ثمان اكمار الصناعية بحيس ان انا اقدر اخد افضل صورة ممكنة. اقدر ان انا اعمل حاجة سري دي. وطبعا ده بيخدم خطة الدولة عشرين تلاتين. فتبع حاجة ممتازة جدا. وبش محتاج ان انا اتعلم برمجة. لكن لو عايز اتعلم برمجة. اه. الموضوع بقى اسهل بكتير. وبستعين بالزكاة الصناعية. يعني انا لما اجا اكتب كود ما بكتبوش من الاول. انا بقول لشاتج بتي اكتب لي كود الفلاني فبيكتبهولي. وبعد كده بابدأ ان انا اه اه اطبقه واشوف لو فيه اخطاء لو فيه حاجة عايزة تعمل تطوير. يعني ممكن اخلي زكاة صناعي يكتب لي كود كامل وبرمجة. وانا مجرب بس ان انا بستخدمه بشكل سهل جدا. اه. لو انا عايز. اه. الا اوبن سري دي ماب اه مش بفلوس. الا اوبن سري دي ماب كل اللي فيه مجاني. ما فيش حاجة بفلوس خالص. هو الميدا النوع بشرك الدياتا. فانا ممكن اه. ممكن اعمل مشروع اكثر منه من خلال الاوبن سري دي ماب. يعني ممكن اعمل مباييل مثلا زي طلوات ان انا احط فيه الخريطة زي اوبر. فالناس كتيرا وبتستعمل الاوبن سري دي ماب. الاوتيكاد موجود جوا الاوبن سري دي ماب. الا, اليومان موجود جواه. اه. اينفراسطراكشور كل اللي الحاجات دي بتاخد من خريطة الاوبن سري دي ماب ومجاني وكل حاجة. اوكي يا زكاة صناعي ممكن تستخدمه خ vazكاة صناعي من خلال ان هو بيتكلم صوت ويبدأ يرد عليه والحاجات ده كلها انا ساعة ببقى سايق وروح سايق لزكاة صناعة سؤال وابدأ اسمع الاجابة بتاعته بدون امشي خاص لكن لو انا عايز اعلم برمجة البيسون افضل حاجة لان جواه مكتبات كتيرة هتوفر عليها وقت يعني لو انا لغة تانية وعايز ابدأ فمحتاج ان انا اكتب كود كبير انما البيسون بلاقي حاجة هذا توفر عليها وقت بحيث ان انا اركز في الحاجة اللي انا عايزة يعني في مكتبة اتعرف على الصوت مكتبة اتعرف على الوجهة مكتبة وهكذا طيب في لغة برضو اسمها هارينج ده اللي عملها واحد مصري اسمه محمود فيد هو اللي مخترع لغة البرمجة ديت وانا من ضمن الناس اللي بتعمل صبرت معاه كشرح وك لو في اي ملحوظة من التبادل يعني دي مواقع تعليمية عشان الواحد تتعلم الزكاة الاصطناعي دي مواقع زكاة الاصطناعي دي كتب الزكاة الاصطناعي المنظمات المهتمية بالزكاة الاصطناعي هورح لك بعد اذنك حاجة كده ده الرابط دي يجي شركة الفيسبوك اهدتها الابن ستريت ماب انه واحنا شغالين فاتحين اي خريطة يبدأ يحاول يفهم ان دي طرق وان دي مباني كلنا علينا نعمل سلكت وقول له اه او لا فتوفير ان انا بدل ما كنت باعه ده ارسم مربح ولان الحاجة لا هو اوتوماتيك بيبدأ ان هو يرسم لي عليها تمام فالماب فاستر مجرد ان انا اخترت مكان يبدأ يجيب لي كل الحدود المباني مظبوطة يبدأ يحاول يستنتج ارتفاعات المباني يبدأ يستنتج الطرق يعني الخريطة دي كلها هو عملها لوحده كنا زمان لازم اعمل زوم على البيت دوت وابدأ ارسم الحدود بتاعته وووو الحاجات دي كلها فافدونا كتير جدا بموضوع الخريطة ديت ده موقع من ضمن الموقع هوت بدأ يستعمل برضو بالزكاة الاسماعية بس اللوح دي او الخرائق الصور دي عمر دي صور يعني عارف متعالجة الاول يعني انا اقصد ايه في المعالجة انه متعارف في الصور اللي هو بتاعت جوجل بتبقى دايما المباني ميلة شوي بنعمل لها زي ارسفوتو بنحولها الى ستريتشات وبتاعه ده في البرامج بتاعت الريموت سينس تمام بتحولها الى ارسفوتو ارسفوتو دي اللي هي اللوح اللي هي قدامك دي دي الوقت اللي هي زي المسقط الافقي بس مفيش ميول خالص مفيش هوريات باينة مزبوطة دكتور مزبوطة دكتور هل ده هل ده هل ده يعني هو بينتج ارسفوتو كمان اه هو الفكرة كلها انه هو في كذا امر صناعي موجود في الاوبن ستريت ماب فانا بشوف اقرب واحد فيهم اللي هو يكون بعمل لي تصمي كويس اللي هو بيديني افضل وصورة ممكنة ما يكونش فيها الميول دوت وكل دولة بيكون في امر صناعي بيكون اه انسب ليها او بيكون مناسب ليها اه وممكن يكون عندك فكرة بالنسبة للمصر احنا هنا انسب حاجة ايه والله انا مسجلة عندي بس مش فاكرها والله بس كنا واحد شغلين في العشر من رمضان جربنا كاسة حاجة لحد ما وصلنا الافضل النتيجة وطبعا طب ياريت تبعت لي تبعته لي بعد اذنك بس مدام هنسجلوا وبعته على الوطن خلاص حضر انا كنت مسجل بعض الفيديوهات في الحاجات الخاصة باللوم ستريت ماب هل شركة مع حضاك على طول ان شاء الله دكتور توكلنا على الله شكرا حبيب الف شكرا دكتور اذا كنت خاطر دي فكرة الزكاية الصناعي مع الجائس ومع المباني فتمنى حضاك تقول لنا دكتور هل الموضوع كويس او محتاج ان احنا نشتغل عليه يا حضاك بقى تنصحنا هو لازم هنشتغل عليه يا عمر يعني عارف ما فيش حاجة دلوقتي انت طبعا يعني من الناس الحمد لله النطجين اللي عارفين اللي شفتوا يا ما يعني احنا من ساعة مش عارف من ايام ايام من ايامين احنا الجيل بتاعنا بتاع السبعينات ده لغاية دلوقتي اللي انا شخصيا شفته من السبعينات لغاية دلوقتي يعني يكاد يكون خيال علمي يعني واخد بالك يعني انا انا 86 لما كنت واقف بتفرج على الراجل اللي بيشتغل باما قدامي كان خيال علمي دلوقتي بدل البرنامج 10-20 برنامج ولا اكتر يعني دلوقتي ايه بقى خيال علمي بس هو لازم اشتغل احنا عليه يعني انا كويس اوي اوي انك انت قد تبخيرك يعني انك انت ديتنا كمان اسماء الشركات المصرية اللي هي شغالة قد تبخيرك اوي بحيث انه يعني على اقله بلدنا يعني تمام تمام دكتور ودلوقتي الميزة ان ممكن اي زكاة صنوعية موجود اي فكرة اقدر انها سلطابها عندي في برامج كتيرة جدا تقدر تسلطابها عندك على الجهاز وتشتغل عليها سواء تحويل الصورة الفيديو تحويل الصورة الخريطة ممكن ممكن نعمل برنامج مستقل وتكسب منه كتير قوي بسبب ان الخريط مفتوحة زي ازا كيف صناعي بقى مفتوح اي اي تمام يعني احنا على فكرة هقولك حاجة يعني انا معرفش طبعا بتاع الولاد ايه عندنا في الكلية لكن انا متوقع ان يكون جميل يعني انه هم هيخش ويعملوا مثلا حاجات تابعة مرسى مطروح تمام لانه احنا شغالين اربان بلانينج وشغالين اربان ديزاين تمام يعني فيه ناس على مستوى المدينة الكاملة وفيه ناس على مستوى الاحياء والكلام تمام فالريجون عمتا وما شبه ذلك يعني اه ومعانا كمان الناس بتوع اداب قسم جغرافيا حاولت ان انا يدخلهم وان شاء الله هيقش معانا وماشاء الله متعاونين جدا 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 التربية جغرافية كمان تمام بحاول انا اعمل على قد مقدر اللي هي الكميونيكيشن دي ان انا ادخل ده مع ده وادخل ده مع ده وابتاع انت عارف انه ما فيش حاجة اسمها ان الواحد يحبس العلم تمام يا دكتور وربنا يا ربنا يتقبل يعني جزاكم ولكل خير يا دكتور الله يكرمني دكتور انا عايز بحاجة ان مثلا اشتغلنا احنا في وسط افريقيا وجنوب افريقيا كنا بنعمل زوم على الاماكن مثلا نزل المطر ففي تجمعات للمطر فكنا بنقول لهم ان في مطر في المكان الفلاني بنحدد لهم المكان الفلاني والناس كلها معهم بيلات حتى اللي بيرع الغنم او كذا بيعرف ان هو بدل ما يقعد يلف يدور في الصحراء كنا بنبعث له اقرب مكان فيتجه له مباشرة فده كان حاجة ممتازة جدا ممكن حد يعمل تطبيق مثلا خاصة بالزكاة الصناعية يعرف الناس النباتات اللي موجودة في مصر موجودة فين بحس يروح يشتريها او يعني ممكن يعمل برنامج يكسب منه فلوس كترة جدا بسبب الزكاة الصناعية وبسبب ان هو ممكن يربطه بالبغرافيا ويربطه بالخرايط لان خرايط يعتبر كنز زي ما عددك علمتنا هو يعني مش عارف اقول لك ايه لكن الف الف شكر والله يا عمر لجهودك ووقتك وانا يعني اتمنى ان شاء الله تبقى فيه جلسات تانية